أوضاع قاسية ومعاناة لا تنتهي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي وفي أحدث تطور على ساحة الأزمة الإنسانية الأكبر التي يشهدها العالم أبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس بأن المجاعة بدأت فعلا في مناطق شمال غزة بعد نحو ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي باور أصبحت أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث علنا عن تفشي المجاعة في القطاع بعد أشهر من التحذيرات المتكررة من وكالات الغوث الأممية والخبراء العالميين حول تفاقم حالات التدور وعا بين مليونين ومائتي ألف فلسطينيين يعيشون في غزة وجاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية بالتزامن مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى رفع جميع العوائق فورا أمام وصول المساعدات إلى غزة حيث أعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة هناك كما شدد أعضاء المجلس على استنكارهم وقلقهم العميق إزاء مقتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل الجاري داعين إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات وأكد الأعضاء ضرورة أن يكون التحقيق في جريمة قتل موظف المطبخ المركزي العالمي شفافا وشاملا ومعلنا بشكل كامل وتأتي كل تلك التطورات في وقت ينتظر فيه العالم ما ستسفر عنه مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين